في قرية عدد سكانها خمسة ألاف كم شخصا في هذه القرية ذكاؤهم أكثر من 132 وكم شخصا ذكاؤهم أقل من 63 وكم شخصا ذكاؤهم يتراوح ما بين 63 و 132 هذه النقطة تعبر عن البشر الذين يقطنون هذه القرية وذكاؤهم يساوي 63 و هذه النقطة تعبر عن من ذكاؤهم 132 نريد أن نعرف كم شخصا ذكاؤهم أعلى من 132 يعني المساحة البيضاء وكم شخصا ذكاؤهم أقل من 63 المساحة السوداء وكم شخصا ذكاؤهم يتراوح ما بين 63 و 132 هذه المساحة المعبر عنها باللون الأزرق P for IQ more than 132 is equal to 0.0166 هذه المساحة تساوي 0.0166 so the number of persons with IQ more than 130 will be 0.0166 times the total number of inhabitants in that village that's 5000 this means that it is 83 persons هناك 83 شخصا في هذه القرية ذكاؤهم أكثر من 100 neutrality P for IQ less than 63 is equal to 0.0068 هذه المساحة تساوي 0.0068 so the number of persons with IQ less than 63 is equal to 0.0068 times 5,000 that's to say 34 persons هذه المساحة تعبر عن الأشخاص الذين ذكاؤهم أقل من 63 وهي تساوي 0.0068 فإذا ما ضربنا 0.0068 times عدد السكان في هذه القرية وهو 5000 سنحصل على عدد السكان الذين ذكاؤهم أقل من 63 وهو 34 شخصا ماذا عن عدد الأشخاص الذين ذكاؤهم يتراوح ما بين 63 و 132 لهذا الجزء the number of persons with IQ ranging from 63 to 132 is equal to 5000 that's the total number of inhabitants of the village minus 83 that's the total number of persons with IQ above 132 minus 34 that's to say the number of inhabitants with IQ less than 63 so the number of people who have IQ ranging between 63 and 132 is equal to 4883 persons كل المساحة لهذا المنحنة تعبر عن 5000 شخص ضعوا في الاعتبار أن الذين ذكاؤهم أقل من 63 هم 34 شخصا والذين ذكاؤهم أكثر من 130 هو 83 شخصا بحث بحث و 34 من 5000 يصبح عندنا الإجابة وهي أن عدد الأشخاص الذين تكاؤهم يتراوح ما بين 63 و 132 هو 4883 شخصا شخصا شكرا شكرا شكرا